بعد سنوات من الشد والجذب صدر القرار وبات أمرا مقضية استبعاد روسيا لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بسبب انتهاكاتها قوانين مكافحة المنشطات وسيرها في طريق الغش والتزوير والتلاعب ببيانات بعض الرياضيين الذين ثبت تعاطيهم للمنشطات في أولمبياد سوتي 2014 لكن الطامة الكبرى كانت صفعة من العيار الثقيل على المسؤولين الروس والسياسيين أيضا على رأسهم رئيس الاحتلال فلاديمير بوتين حيث حرم هو الآخر من حضور الأحداث الرياضية الدولية لمدة عامين بما فيها أولمبياد توكيو الصيف المقبل وأولمبياد بكين 2022 الشتوية وفيما يخص المشاركة بكأس العالم 2022 فلم تتضح الأمور بعد لكن المحكمة قد تسمح لبعض الرياضيين غير المتهمين بتعاطي أي منشطات بالمشاركة دون العلم الروسي القرار أصدرته محكمة التحكيم الرياضية كاس وقالت إن عمليات الغش والتزوير تمت بمساعدة المخابرات وأجهزة الأمن الروسية ليشمل الحرمان الوزراء ونوابهم ورئيس الوزراء ونوابه أيضا ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى إلزام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات روسادة بدفع مبلغ يقدر بمليون ومائتين وسبعين ألف دولار للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادة بديلا عن النفقات التي تكلفتها الوكالة الدولية في القضية منذ بداية العام المنصرم ورغم كل ذلك غير أن مراقبين وخبراء رياضيين رأوا تقصيرا وتواطؤا من قبل بعض الجهات المسؤولة لعدم اتخاذ إجراءات وعقوبات أشد صرامة ضد روسيا هذه الدولة التي ارتكبت مع أجهزتها الأمنية والمخابراتية أكبر فضيحة منشطات في التاريخ دون عقاب قاس على مقترفته الأياد الروسية من انتهاكات جسيمة اشتركوا في القناة